اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واليوم استعدادا لمواجهة الزمالك فيلر يتسلم تقريرا طبيا عن المصابين ويطمئن على السلية امير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع فيلر ومفاوضات كهرباء علي معلول الاهلي لا يقل عن قندية اوروبا وارتبط بعلاقة مميزة مع الجماهير المنتخب الاولمبي يواجه جنوب افريقيا الليلة للمرة الثانية المنتخب الاول يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بوتسوانا غدا ليفربول يضع خط التجهيز صلاح قبل موقعات يونايتد طيب الكلام حيبقى كتير جدا عن مباراة الاهلي والزمالك واستعدادات الاهلي بالتحديد لهذه المباراة المرتقبة المقرر اقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة السامنة مساء لحد دلوقتي المباراة مفروض في السادة الكاهرة بس اعتقادي يعني ان المباراة سيتم نقلها لاستعد برج العرب وده ممكن يتم الاعلان عنه خلال يومين ولا حاجة وانتشوف الامور ستستقر على ايه في النهاية بخصوص مكان اقامة هذه المباراة لكن في كل الاحوال النادي الاهلي بيستعد منتهى القوة لمباراة الزمالك والنهاردة استقنف استعداداته بالتحديد بعد يومين كانوا راحة واجازة للفريق سواء امبارح او اول امبارح 48 ساعة اجازة والاستقناف الخاص بالتدريبات بيكون النهاردة في تمام الساعة الخامسة مساء انا حوالي من ساعة كده النادي الاهلي استقنف تدريباته واستعداداته لهذه المباراة استعادات كلها قوية في ظل غياب العناصر الدولية حتى الان واحنا عارفين العناصر الدولية بتتمثل سواء فعلي معلول مع المنتخب تونس وعناصر المنتخب الوطني الاول والمنتخب الاولمبي ستة هنا واربعة هنا في 11 العيد بيغيبوا يعني وان شاء الله بإذن الله ينضموا للتدريبات قريبا بالتحديد بداية من يوم الثلاثة يعني معلول حيزبقهم وحينضموا للتدريبات بداية من بكرة بإذن الله عشان نقرب من الصورة بشكل أكبر خلينا نروح سريعا لزاملنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الاهلي يا شريف أهلا بيك أهلا بيك تحدي لك زبيل أمير ولكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان زي ما تفضلت قل عشان نعرف شوية من تمرين نادي الاهلي أبدأ لك بخبر مفرح ليك والكل جماهيري نادي الاهلي عمر السولية جاهز لمباراة القمة عمر السولية بيشارك نهاردة في التمرنات من أول جهة إلى الآن بيشارك فيها التأسيمة بكل قوة ظهر بكل قوة نمسك الخشب ما شاء الله عمر السولية بيعلق جاهزيته كويس كويس جدا يبدأ خلاص بيخش في التمرين مرام محصن أيضا أمامي بيجري برضو التدريبات البدنية ما شاء الله يمكن الخطوة بتاعته بدأ يجري سبريتات فالدنيا مشي طيزة وبتكلم برضو في عشر تيامة وقلب يعني الحمد لله بتتكلم في قلب من أسبوعين هتلاقي بإذن الله بإذن الله بإذن الله الاهلي بدون إصابات أنا حابت أفرحت بس وابدأ معاك يمكن بحالة المصابين في النادي لا خبر مهم في الحقيقة ليك خبر طبعا عودة أكيدا خبر الأمس عمر السلية خلاص جاهز بنسبة 100% لمباراة الزمالك إن شاء الله والنهاردة بيأخود التدريبات زميلنا العزيز شريف شعبان بيأخود التدريبات من بدايتها حتى نهايتها ده معناه أن اللعب خلاص جاهز بشكل تام طيب يا شريف طمنا بقى على فكرات المران النهاردة وخصوصا الفريق استقنف تدريباته بعد راحة كانوا يومين من بارح وأول تمام بيمكن طبعا بعد أجازها استمرت حوالي يومين النهاردة من تحتويوري Student var elיות ومدير الكرة ama نتخلص صبعا نتكلمهم عن لعيبة حوالي خمس أي تركيز فقط في مبارات الدوري القادمة التركيز فقط في المبارات الدوري فقط لا غير عدم التفكير أو الكلام حتى عن مباريات أفريقيا عن långرى من الفرق اللي wheels las cu ه Their ما حادش يتكلم جماعة تحذير من المدير الكرة MAY حادش يتكلم عن مباريات الدوري التركيز فقط في البعدرق المحلي وعدم الخوض في اي مباراة تخص فطولة افريقيا الى ان ييجي معدها يمكن انها بعد هذه التعليمات او محاضرة التي اتمرت حوالي خمس ده في الملعب امكن كان فيه حوالي الملعب لفترة كبيرة لان طبعا هم راجعين من اجازة طويلة وبعد كده كان فيه طلاق والان في تقديم امامي في وسط الملعب يمكن بيتعلق فيها السلية نمسك الخشب بيتعلق فيها يعني لعبة كتيرة جدا من النادي الاهلي محمد محمود يعني مش عاوز اقول لافت النظر محمد محمود رباني احمي يا رب نجب على الطريق نجب بإذن الله جاية الفترة القادمة يمكن هيبقى لي زور الفترة المقبلة بإذن الله حراسة المربعة على كانب الاخر تمرينة قوية جدا شريف اكرامي وعلي لطفي بيتقلق فيها شريف وعلي في شكل ملفت لي النظر انت مدرب الحراس النهاردة تمرينة قوية جدا 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 تقلق فيها السنائي وكان فيه منافسة شديدة جدا اه ما بينهم يمكننا احمد كلمان نمو حالي الاداء في جهاز طبعا النادي الاهلي اه اعد بعض الفيديوهات الخاصة بمقرياط الزمالك نقاط الضعف نقاط القوة لفريق الزمالك الضربات السابق كل ما يخص عن فريق الزمالك يتفرج عليه مستفيرر هو باقي جهاز يمكن اتباعا في الايام القادمة هيبدأ الايام اللي الان في مشاهدة هذه الفيديوهات طبعا يوم الاثنين هيكون موجود على معلول يوم الثلاث بإذن الله هيكون موجود باقي اللاعبون الدوليين المصريين في تمرين النادي الاهلي يمكن اه فايلر اه ممكن انا عرفها في السوشال ميديا السطرة اللي فاتت اخبار عن استخدام لعبين او خراس مربع او مراكس وعانا مهاجم او واسط ملعب او مدافع فايلر انا عاربت حدست معاه ومع مترجمه طبعا صورة عمر محب اه قال لي يعوده انا داري الصحافة وعارف انا ممكن اقول ايه وممكن ما اقولش ايه لحد الان ما اكلمتش مع احد لحد الان ما قلتش انا عاوز لعيبة او قلت انا عاوز امشي لعيبة في كلها كلاهدات صحافية وبنشر الصحافين محدش اتب حاجة على الثاني لان انا دارس صحافة في الاول وفي الاخر وعارف امتى هتكلم وعارف امتى هسكن فانا ولا تربط لعيبة ولا قلت لعيبة هتمشي ولا قلت انا عاوز مركز معانا كل ده امر السابق الاولى انا لسه بأتكشف باقي لعيب النادي الاهلي مركز فيه الفترة القادمة عشان اقدر احصد المزيد من البطولات يمكن ديكا كل كواليس التمرين اللي مستمري على الايب نتكلم بقالها حوالي ساعة وعشر داي يمكن امامي بتأسيمة يمكن بوسط ملعب النادي الاهلي بطمينها سامي الاهلي ربور كلها مبشرة بإذن الله بإذن الله يكون القادم افضل لنادي الاهلي بإذن الله يكون انتصارات الاهلي يوم اكتبت بإذن الله على الهريم الداخليين بساعد بيشارك في التأسيمة يا شريف ساعد بيشارك بكل قوة ولسه داخل بكورة كده قوية مع صالح جمعا كنا وقع في الارض بس امتني على طول تعد بيقاطر عشان يحجز مكان فيه طبعا التشكيلة الفترة القادمة كل لنا يا بنادي الاهلي محمد هالي امامي متألق كنا الجيلاردو محمد محمود حسين السيد وليد سليمان من القلب النابل الاهلي بشارك الله لفصه معشور يا بنادي الاهلي عجائي لا يعني الابنادي الاهلي ياسر ابراهيم امامي كل لأكل متألق فيه التنسيم الكل بيحاول يزبط للراجل ان هو جدير الارتداء الفترة الحمراء وجدير ان هو يحجز مكان فيه التشكيل الرأسية فيه الوقرات المقبلة ان شاء الله بإذن الله يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز والمميز مرئيس القناة الاهلي شريف شعبان نقل لنا كل الاخبار اللي بتتعلق باستئناف فريق النادي الاهلي لاستعداداته للمباراة المقبلة امامنا نادي الزمالك مباراة في الحقيقة غاية في الاهمية وغاية في الصعوبة وغاية في الندية وحتبقى يعني اكيد مباراة مرتقبة بشكل كبير جدا من قبل جماهير الكرة المصرية في شكل عام وبالتحديد جمهور الاهلي والزمالك احنا بيهمنا طبعا بالتحديد جمهور النادي الاهلي اللي مستني هذه المباراة ومستني بإذن الله التفوق على نادي الزمالك الغريم التقليدي الملأزلي وان شاء الله بإذن الله نقدر حتى نتخطح هذه العقبة القوية لما اتكلم مع مستر فيلر على حد كلامه يعني وقال وتطرق لموضوع ان هو طلب لعبين وكلام من ده قال الكلام ده غير حقيقي اطلاقا واحنا اكدنا لحضراتكم مرارا ومتكرارا على مدار الحلقات السابقة ان النادي الاهلي لسه ما فتحش ملف التعاقدات مع اي لعب من اللاعبين خلال الفترة اللي جاية وقلنا لحضراتكم ان لسه شوية احنا لسه في شهر عشرة لسه قدامنا شهر 11 وشهر 12 وبقيت شهر عشرة كمان عشان تبتدي تتكلم في موضوع الصفقات والتدعمات والاحتياجات اللي ممكن يطلبها مستر فيلر نفس الحال بالنسبة للاستغناءات لسه ما تمش التحديد خالص في هذه الامور ويتمش الاستقرار على ان حد يمشي او حد يخرج اعارة او كلام من ده كلام كله زي ما اكدنا نحراركو كتير سابق لقوانه والنادي الاهلي مركز كل التركيز سواء جهاز فني او كلاعبين على المرحلة الحالية واللي بتتمثل في بطولة الدوري وهيجي بعد كده عندك مباريات افريقية مهمة جدا وندور المجموعات بعد القرع فالتركيز كله منصب على المسابقة المحلية اولا وبعد كده المسابقة الافريقية لما يجي وقتها باذن الله فده تأكيد مستر فيلر ومبارح برضه امير توفيق كان في لقاء تلفزيوني مع العلامي الكبير كابتن احمد شبير واكد نفس الكلام اللي تكلمنا فيه انه ما فيش اي تفكير في اي صفقات او اي استغناءات في هذه الفترة الحالية جزئية بن عمر السولية بيشارك في التدريبات بشكل كامل ده شيء مبشر وشيء مهم جدا نحن بارح كلمنا ان عمر السولية ان شاء الله سيكون جاهز للمباراة لكن النهاردة بيزيد التأكد من مشاركة عمر السولية بإذن الله تبقى للرؤية الفنية الخاصة من مستر فيلر لكن نسبه اكيد كبيرة في المشاركة في هذه المباراة قصوص انه هو متاح يبقى عمر السولية كان هو اللعيب الاساسي اللي ما بتغيرش فنسبة انه هو يكون متواجد في المباراة اكيد نسبة كبيرة جدا وحسب طبعا رؤية مستر فيلر الفنية والنهاردة بيشارك في التدريبات بشكل كامل زي ما قلنا شريف متولي النسبة كبيرة هيكون بعيد عن هذه المباراة اتطمننا على كريم ندفد وكانتطمننا على مراوان محسن وكلها امور جيدة وان شاء الله تباعا يعود لعيب النادي الاهلي المصابين وانحنا كانوا مراوان محسن وكريم ندفد ومتولي تقريبا بس كده ويبقى صفوف النادي الاهلي مكتملة بإذن الله في جزئية عايزين نتكلم فيها بصراحة ودايما الجزئية دي بتبقى واضحة قبل كل مباراة قمة والتعصب بيزيد شوية قبل المباراة دي وده في الحقيقة جماعة مش مطلوبة او هي رسالة لكل الجماهير الاهلوية والزمال كوية هي مجرد مباراة طبعا مباراة كلنا بنستنيها من المطشوقين او نشوف مطشق اهلي وزمالك والاهلاوي بيبقى متحمس جدا وزمال كوية بيبقى متحمس جدا لكن خالينا دايما نبقى في الاطار الطبيعي بدون تعصب يا سيدي ما فيش مشكلة لو الاهلي كسب غيز صاحبك الزمال كوية لو الزمالك لقدر الله كسب غيز صاحبك الاهلاوي ما فيش مشكلة لكن يبقى في حدود في اطار معين مش عايزين دايما نغمة التعصب اللي تصبق كل هذه المباريات في الحقيقة مباريات الأهل والزمالك كلنا في الآخر يا جماعة مصريين وكلنا منتميين لكل نادي وهو نداء في الحقيقة لكل الناس سواء اللي بيعملوا في قناة النادي الأهل أو اللي بيعملوا في قناة الزمالك أي حد بيتخطى حدود معينة أو بيتطرق للمنافس شيء مالوش أي لازمة في الحقيقة ركز بس مع فريقك وركز بس مع كيفية أن أنت تساند فريقك والعابتك وتحفزهم معنوين قبل هذه المباريات دون التطرق لأي نادي آخر ده شيء مطلوب جدا في الحقيقة علشان التعصب ده هيقدي لأمور كتيرة جدا جدا إحنا في غناء عنها إحنا عايزين نتفرج على كورة عايزين نشجع فرقتنا بكل حماس وقوة دون التطرق لأي فريق آخر زمالك أو غير زمالك ركز مع فريقك بس وده شيء مطلوب في الحقيقة فإن شاء الله نتمنى الموضوع التعصب بايقل شوية لأن نتائجه بتبقى سيئة جدا ماشي عندنا أخبار كتير اتكتبت عن نادي الأهلي في الصحف نروح نشوف ياب جريدة الأخبار الأهلي ينتظر العشرة المبشرين بالقمة الفريق يبدأ الاستعداد للزمالك ومعلول يعود غدا جريدة الأهرام الأهلي يحدد 19 نوفمبر موعدا لجمعيته العمومية الاعتماد الميزانية عبد الحفيظ السولية جاهز لمواجهة الزمالك ومعلول ينتظر في التدريبات غدا الجمهورية أجيء سلاح الأهلي في القمة بايلر استقر على الناجير وسلامة السولية موسيقى روزا اليوسف الأهلي يجهز السولية لمواجهة الزمالك انتظام الدوليين سلطاء والفريق يعود للمران بعد انتهاء الرحل موسيقى للأخبار المسائي الأهلي في مرحلة الجد الفريق يستقن في تدريباته استعداداً للكمة ودروس خاصة للمدافعين موسيقى الوفد الأهلي ينفي العرض الصيني لأزاره ويؤكد جاهزية السولية للكمة الصفوف تكتمل بعودة الدوليين السلساء وبرنامج استشفائي قبل القائز زمالك موسيقى اليوم السابع الأهلي يرحب ببيع أزاره للسين مقابل 160 مليون جنيه طوارق في الفريق الأحمر استعداداً للمزمالك عمر السولية جاهز للكمة ومتولي خارج الحسابات موسيقى الوطن تأجيل الصفكة المدافع في الأهلي بسبب سعد سمير وحجاز يعود للصورة بيلر يدعم جيرالدو أنادي يعلن جاهزية السولية للكمة والدوليون ينتظمون في التدريبات السلساء موسيقى أخبار الرياضة القوية يحذر من التحكيم ويرد لا تصدقوا الشائعات عن أزاره وجمعة وجيرالدو موسيقى طيب نبتدي بالأخبار اللي اتكتبت على النادي الأهلي في الصحف وجريدة الأخبار بالتحديد قالت إيه؟ قالت إن الأهلي ينتظر العشرة المبشرين بالكمة أصدقوا على اللعبة الدولية المتواجدين في منتخب مصر الأول والأولمبي وده طبيعيهم اللي حيكونوا أقرب يعني المشاركة في هذه المباراة ما نعرفش من طبعا أساسي من احتياطي مع مستر فيلر إحنا مبقاش عارفين خلص تشكيل النادي الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد للزماني كده من خلال مران اليوم ومعلول يعود جداً وحينضم للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي بكرة بإذن الله بكرة مش هبقى فيه تدريبات هيبقى فيه مباراة دية بمناسبة في الغالب هتبقى الساعة 3 أو 4 العصر لست مش عارفين تفاصيلها إيه المفروض أن هي مع نادي الإعلاميين وهيبقى استعداد أكيد مهم وقوي بناسبة نادي الأهلي قبل مباراة الزمانية نروح لخبر آخر نروح من جريدة الأهرام الأهلي يحدد 29 نوفمبر موعداً لجماعياته العمومية الاعتماد المنزانية حيبقى يوم 29 أو 28 نوفمبر وده يعني معاد الجماعية العمومية الاعتماد المنزانية الكابتن ساد عبد الحفيز بيقول إن سلايا جاهز لمباراة الزمالك وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده خلاص ومعلول مكلمين معظم من صحف النهاردة تتكلم على خبر عامل معلولنا وهو خبر طبيعي بالنسبة عن معلول شارك في مباراة التونس والكاميرو المبارح وانتهت بالتعادل السلبي والحمد لله هو خرج من مباراة سليم دي أهم حاجة عشان إن شاء الله بإذن الله يكون لأكل خود مباراة الزمالك إن شاء الله نجزي كبير جدا على معلول في الحقيقة نروح لجريدة الجمهورية أجاية سلاح الأهل في الكمة كل بقى بيتنبأ دلوقتي إن أجاية هو اللي حيقود النادي الأهل في قتل الهجوم وممكن والله تتفاجئ تلاقي حد تاني خالص واتكلمنا في موضوع ده مبارح بالموضوع لكن أجاية طبعا عنصر مهمة قوي قوي وعنصر قوي ومحظوظ على الزمالك بشكل كبير ومحظوظ دي مش معناه أنه العيب يعني بيجي على مطشاط الزمالك ويتقلق بس لا الرجل في الحقيقة بيتقلق في كل المطشاط يعني العيب مهمة قوي 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 جونير أجاية بايلر استقر على النجيري الله أعلم دي اكتهادات طبعا مش حقيقية خالص أو منعرش ممكن تصيب وممكن تخيب يعني وسلامة السلية ده شيء مهم جدا وإحنا أكدنا على موضوع السلية نروح للأخبار المسائي الأخبار المسائي بتقول إيه؟ الأهلي في مرحلة الجد في الحقيقة كل المراحل بالنسبة لنادي الأهلي هي مراحل جد لأن كلها بتتمثل في مباريات بتؤدي وتؤهل الفوز بالوطولات اللي بينافس عليها النادي الأهلي سواء محليا أو أفريقيا الفريق يستعني في تدريباته ودروس خاصة للمدافعين وأكيد حيبا فيه تركيزه وميزة في الحقيقة في موضوع المدافعين أول فترة كان فيه بعض الإصابات سعد سامير أو ياسر إبراهيم أو محمود متولي اللي خلاص بيها تعافى ورامي ربيعة لكن خلاص سريعا كده كله بقى جاهز مع عدم حمود متوليه مش جاهز بنسبة 100% ممكن يتم تجهيزه في الأيام القرية الموجودة منعرفش ممكن يلحق ماتش الزمالك أو لا لكن الميزة ينتبقى عندك وفرة كبيرة في هذا المركز بعد عدم الإصابات لبعض اللاعبين يتبقى اختيارات مستر فيلر لهذه المباراة أنت عندك كده متاح أيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سامير ورامي ربيعة وأكيد سيختار بينهم الاثنين مستر فيلر في هذه المباراة كما السكين يعني نروح للوافدة وبعض الأخبار اللي تتكلم واللي نفاها خلاص بقى نادي الأهلي بالتحديد في تصراحات أنير توفيق برح وأن الأهلي ينفي العروض أو العرض الصيني لأذره وبعض تتكلم الفترة فاتت أن أذره جاله عرض من الصين فريق فورتشن اللي كان نفسه يتعاقد مع أذره من سنة تقريبا أو سنة ونصف لكن الكلام ده غير حقيقي وما فيش أي عروض وصلت للنادي الأهلي بخصوص أذره وإحنا حتى قبل ما أدير توفيق يطلع ينفي إحنا ما فيهنا الكلام ده لحضراتكم وأكدنا أنه ما فيش أي عروض لأي لعب خلال هذه الفترة وطبعا جهزت السلية للكمة وفي الحقيقة ده خبر بارس عشان كده كل الصحافة تتكلم فيه يعني أن السلية في الحقيقة العين مهمة جدا ومؤسسة في تشكيل نادي الأهلي الصفوف تكتمل بعودة الدولين السلساء ده عارفينه وبرنامج استشفائي قبل قائل الزمالك وهو حيبقى برامج مختلفة يعني في الحقيقة خاصة بالاستعداد لهذه المباراة وإن شاء الله نتمنى أن الفريق يكون معفق في الاستعداد إن شاء الله نروح باليوم السابع خبر معاكس شواء يقول لك الأهلي يرحب ببيع المغربي أذاره وفير صحيح إطلاقة خالص يعني مش حقيقة مقابل 160 مليون جنيه لسين ما فيش أي عرض رسم أهلي قولنا دي الأهلي ما بيفكرش في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي إنه هو يبيع أذار أصلا ما بيفكرش خالص يعني والجميل كمان في اللي احنا سمعتنا بارح إن ميستر بايلر نفسه واللي قالهولنا النهاردة مرسلنا على العزيز شيف شعمال ميستر بايلر نفسه ما طلبش يا جماعة خالص التعاقد مع حد أو الاستجناء عن حد زي ما قولنا حياتكم قبل كده إحنا في مرحلة التقييم ميستر بايلر بتحديد نيش إحنا ميستر بايلر في مرحلة التقييم اللاعبين والقايمة بالكامل وبعد كده هو يقول بقى أنا محتاج في المركز ده محتاج لعيب معين أو شوفوا لي حد أتفرج عليه ويعجبني أو مش عايز اللعيب الفلاني مشوء أو دوله الاستغرق أو بيعوه يعني أو طلعه عار يعني كلها أمور تتعلق بميستر بايلر وده مش هيكون في المرحلة الحالية إطلاقا يعني وعضوه أظهروا يا جماعة الكلام دايما هبيبتير وبإذن لما أظهروا يتعلق هتلاقي كل الأخبار دي مش موجودة زي ما حصل كده مع عاجيين طوارق في الفريق الأحمر الاستعدادة للزمالك الاستعدادة بتبقى مختلفة طبعا ومهم وعامر سلايا جاهز ومحمود بن تولي خارج الحسابات بالنسبة كبيرة محمود بن تولي مش هيلح أزيف المبارا نروح للوطن والكلام برضو على بعض الصفقات مش عارفت التوقيب غريب جدا في الحقيقة تأجيل صفقة المدافع في الأهلي بسبب ساعة سمير أصدقهم يعني إن كما الأهلي كان بيفكر في أنه هو يتعايد مع مدافع فدلوقتي ساعة سمير رجع من الإصابة فحيقايمه ساعة سمير ومستر فيلر يبص على اللاعب وكلام من ده ساعة سمير أعتقد يعني في أعتقدس شخصي مش محتاج تقيم لعب مهم جدا ومميز جدا وأكيد مستر فيلر سعيد بعودته خصوصا هتقول تماما مستر فيلر ما تفرجش على ساعة لا مستر فيلر واضح جدا من التصرحات سمعناها خلال اليوم اللي فاته إنه هو كان ملم بكل إمكانياته ولعبي النادي الأهلي قبل ما يتولى المسئولية فأكيد هو عنده فكرة عن مستوى ساعة سمير فموضوع صفقة المدافع ده مش حقيقي حجازي يعود للسورة طبعا أي حد يتمنى حجازي يبقى في النادي الأهلي يعني أي حد من الأهلوية طبعا وأنا على رأسه يعني أنا أتمنى في الحقيقة أن أحمد حجازي يكون موجود لكن ما فيش كلام خلص مع أحمد حجازي إطلاقا وحتى لما حيبقى فيه كلام مش حبه في التوقيت ده برضه بايلر ودعم جرالدو جرالدو العيد المهم في قائمة النادي الأهلي وأكيد في حسابات الجهاز الفني زيه زي كل اللاعبين الموجودين في القائمة والنادي الأهلي يعلم ده هذية السلائة خلاص ودهودينا التوزمون في تدريبات السلساء ده خلاص برضه نروح أخبار الرياضة أخبار الرياضة قالت إيه؟ قالت أن القيعي يحذر من التحكيم وبيرد بيقول ما تصدقوش الشائعات عن أزارو وجمعة وجرالدو وأدي نفي آخر من مسؤول في النادي الأهلي وهو مستشار تعاقدات المهندس عدلي اللقيعي فبالتالي ده نفي آخر وتأكيد من شخصية أخرى وبارزة داخل القائلة الحمراء أو المهندس عدليكي يعني ما فيش أي حاجة بخصوص أزارو وصالح جمعة وجرالدو إن كلام هو قال بتحديد يعني إن كلام عروض على أزارو وكلام إندي ده كلام مش حقيقي وما حصلش وفيما تعلق بعرض صالح جمعة برضو أو بيعو كلام مش حقيقي خالص وجرالدو برضو نفس القصة ناس تقولنا وحيمشي في هناير برضو الكلام ده لحد اللحظة دي وطيب كل التصرحات المهندس عدليكي ومستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إن الكلام ده غير حقيقي إطلاق فما تصدقوش يا جمعة الأمور دي لأن كلها بيبقى الهدف منها بخلاف طبعا إن أي صحفي يعني زميل عزيز بيحاول يكتهده ده شغله في الحقيقة لكن في البعض بيبقى عنده أغراض أخرى وهي بتتعلق بتشتيت أزهان اللعابين الموجودين في النادي الأهلي لأن ممكن لعيب لما يقرأ الأخبار دي مايركس بيقولك إذا ده عايزين ينشوني أو أنا كده حمشي أنا كده موقفي مش معروف ده يأثر على أداء في التدريبات ولو الراجل عايز يدفع بينه في المباراة مش حيبقى موجود فبالتالي أنت بتأثر على كلها كلها فكلام كله في الحقيقة مش توقيته خالص وغير المنطقة دي كانت أخبار الأهلي في الصحف أخبار الأهلي في المواقع نشوف الموقع الرسمي للأهلي الأهلي يستقنف تدريباته اليوم اليوم السابع الأهلي يستفسر عن نقل مبراط القمة من القاهرة لبرب العرب البوابا سبورت محاضرات بالفيديو للععب الأهلي استعدادا من القمة فيتو فيلر يتمئن على السلية ويحسم عودته لمران الأهلي الجماعي بوابة أخبار اليوم اليوم فيلر يجتمع بمساعدين لتحضير للزمالك موقع يلا قورة الأهلي بوابة الشروق معلول الأهلي لا يقل عن أنديت أوروبا نبتدي باليوم السابع موقع اليوم السابع بيقول أن الأهلي بيستفسر عن نقل مبراط القمة من القاهرة لبرج العرب خصوصا في الظل الأنباء الكتيرة تخرج على منظر اليوميني اللي فياتوا دول أن المباراة مش هتلاها في أستاذ القاهرة إحنا معروف طبعا تبقى للجدول اللي محطوط من الانتحاد المسر كورت القدم أن المباراة يوم 19 في أستاذ القاهرة الدوي وهي أول مباراة هتعود فيها المباراة على هذا الملعب وإحنا نتمنى في الحقيقة أن المباراة تعود بشكل طبيعي على أستاذ القاهرة ونتمنى كمان يبقى بجمهور لكن كله تبقى للجوانب الأمنية اللي نحترمها وبنقدرها بكل تأكيد فبالتالي الأهلي أكيد بيستفسر عن المباراة ومكانها وأكيد حيطبح القرار النهائي خلال ساعات نروح للبوابة سبورت وبتقول محاضرات بالفيديو اللي عبيل أهلي استعداداً للكمة ويعني دي محاضرات أكيد بيبقى مهمة مستر فيلر ممكن يكون بيركز عليها بشكل أو بأخر عشان نتكلم مع اللاعبين على استراتيجيته في هذه المباراة بالتحديد ونقاط القوة والضعفة تفصل بنادي الزمالك ونحن نتعامل إزاي ونفرض أسلوبنا إزاي ودائماً نادي الأهلي مع مستر فيلر في الحقيقة بيبقى مستقر أو بيفرض أسلوبه في المباراة وده دائماً بيبقى واضح على مدار 6 مباراة سابقة لمستر فيلر مع نادي الأهلي فالمحاضرات دي أكيد حتكون كتير خلال الفترة اللي جاية وفي إطارها الطبيعي والهام جداً استعداداً لهذه المباراة نروح لموقع فيتو وليه بيتكلم بيقول إن فيلر يطمئن على سلايا ويحسن معدات المعنى ده خبر قديم شواناً إن سلايا خلاص شارك في التدريبات النهاردة بشكل طبيعي جداً زي ما عرفنا مع حضراتكم شوية بقابة أخبار اليوم فيلر يجتمع مع المساعدين للتحضير للزمالك والبرنامج الخاص بالتدريبات على مدار الأيام القليلة المقبلة أكيد بيستقر عليها الجهاز الفني وهي بتبقى معروفة خلاص أو بيبقى هم مستقرين عليها أصلاً من قبل التدريب الأول أو التدريب اللي بيستقنف به النادي الأهلي استعدادته لمباراة الزمالك فإن شاء الله نتمنى إن هم يكونوا موفقين موقع هالكورة بيقول إيه؟ بيقول إن الأهلي وطبعاً ده بعد تصراحات مدير التسويق بالنادي الأهلي وتعقدات مبارح واللي قال إن إحنا تغاصلنا مع جوزيه وأسباليتي لخلافة الأسارتي وقال إن كان فيه مفاوضات مع مستر مانو والجوزيه مفاوضات رسمية وما نجحتش ومفاوضات رسمية مع أسباليتي طبعاً المدير الفني المعروف والكبير جداً ومدير الفني السابق لإنتر ميلان والمفاوضات أيضاً ما نجحتش وإن في الآخر النادي الأهلي استقرع التعاقد مع مستر فييلر وأعتقد إنه هو كان حتى الآن يعني في الحقيقة يبدو إنه هو اختيار مميز جداً وجيد وموفق للنادي الأهلي ونتمنى نجاحه دايماً واستمراره في هذا التألوك نروح لي في الجول وأخيراً عرفنا القيمة الحقيقية لصفقة حسين الشحات برضو مبارح مدير التعاقدات والتصويق بالنادي الأهلي قال إيه؟ قال إن الكلام اللي كان كتير إن حسين الشحات جيه النادي الأهلي 150 مليون جنيه مصري ده كلام مش صحيح إطلاقاً وإن حسين الشحات جيه انضام النادي الأهلي مقابل 5 مليون دولار يعني 80 مليون جنيه مصري هي دي كلمة الصفقة الحقيقية وإن النادي الأهلي كمان تبقى للتصرحات يعني مبارح إن النادي الأهلي ما دفعش كل 80 مليون بالعكس إحسين الشحات تنازل عن جانب مادي كبير جداً علشان ينضم النادي الأهلي وإن دي كانت رغبته الأولى والأخيرة في الظل بعض العروض اللي جاتلو سواء من داخل أو خارج مصر وكانت عروض أكبر مادية ده إن ده اللي يدل العلاقية دول على إن حسين الشحات ده عاشق للنادي الأهلي ضحب حاجات كتير جداً عشان ضام النادي الأهلي وهو ده النوع من اللعبة اللي إحنا محتاجينه في الحقيقة اللعيب يكون شاري النادي حابب إنه هو يكون موجود وطبعاً كل الموجودين دلوقتي شاريينه وبيحبوا النادي ونفقاش نقاش يعني بس التضحيات لما تكون لها هذه الدرجة لازم حاجة تحسب لحسين الشحات بصراحة وجمهور النادي الأهلي عمره عمره ما ينسى المواقف دي من لعبته إطلاقاً وحسين بالمناسبة ماشي بشكل ممتاز وفترة جاية إن شاء الله يزيد تقلقه مع القلعة الحمراء لعب مؤثر جداً ولعب كمان في منتخب مصر اللي لأتي حاجة جامدة جداً نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله صدى البلد مفاوضات كهرب مدير التعقدات بالأهلي يكشف مطالب فيلر للفريق أولاً بارح قال إيه زي ما احنا تكلمنا وحابراتكم قال إن ما فيش أي مفاوضات مع كهرباء وإن الغاية دلوقتي إحنا ما نتكلمناش مع اللاعب وإن اللاعب ما وقعش مع نادي الأهلي إطلاقاً وإن كهرباء لما حنرغب في التعقد معها حنخاطب نادي البرتغالي ونمشي في الأمور القانونية وده أسلوب معتاد ومعروف في النادي الأهلي وعند مسؤولي النادي الأهلي وقال إنه ما لناشى أي دخل خالص في رحيل كهرباء على نادي الزمالك وانتقاله لنادي في البرتغالي النادي الأهلي ما كانش لي أي يد فيها دي الجزئية ويوم ما النادي الأهلي يفكر في تعقل مع كهرباء هياسلك الطرق الشرعية في التفاوض مع نادي البرتغالي وكمان قال إنه مطالب فيلر لسه ما تحددتش وإن الرجل ما قاعدش مع أي حد خالص من المسؤولين في النادي الأهلي وما طلبش أي حاجة خالص من أي حد داخل القلعة الحمراء وكلها تأكدات من مسؤول التعقدات في النادي الأهلي نروح لبابة الشروق وتصريح لعلي معلول مبارح بعد مطش الكاميرون قال للأهلي لا يقل عن أندية أوروبا هو قال بالضبط قال إن أنا جالي عروب كتير جدا خلال الفترة اللي فاتت بس ما فكرتش إطلاقا إن أنا سيب النادي الأهلي لأن أي حد يتمنى إنه هو يكون من تواجد داخل القلعة الحمراء وأن أي حد بيكون مبسوط وهو موجود داخل النادي الأهلي وهو يكلم عن نفسه وقال أنا مبسوط جدا في النادي وكل الأمور مهيئة إن أنا ألعب بشكل جيد وأنا هحاول أفضل كمان خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي وتطرق كمان لموضوع الجمهور قال إنه هو مبسوط لارتباطه الكبير والعلاقة الوطيدة ما بينه وما بين جمهور النادي الأهلي ودي حقيقة في الحقيقة النادي الأهلي وجماهيره بيحبوا علي معلول أهلي صراحة والعيب مميز جدا ودايما نتمنى له التوفيق لأنه أحد العناصر الأساسية المؤسرة في تشكيلة النادي الأهلي والعيب أهلاوي واضح من تصراحاته طيب دي كانت أخبار الأهلي في المواقع في أخبار محلية وعالمية نروح نشوف صالة البلد الاختبار الأول للبدري منتخب مصري يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوتسوانا غدا اليوم السابع البدري يكلف بركات باستكشاف جزر القمر في رحلة أو في رحلة خاصة الجمهورية أونلاين قرار جديد من البدري بشأن لعبي الأهلي والزمالك سوبر كورا اليوم المنتخب الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا باستاذ القاهرة اليوم السابع المنتخب العسكري يتوجه لصين المشاركة في كأس العالم العسكري يلا كورا ليفربول يضع خط التجهيز صلاح قبل موقع تيونيتد موقع فيتو جيرارد صلاح ومانيو وفرمينيو لا يمكن إيقافهم وفلسفة كلوب ممتعة موقع الشروق مدرب لاريسا عمرو وردا لاعب ذاتي في الجول كارا جير أحب ماني العبقري لاعبي المفضل في ليفربول موقع الفجر كوتينيو يفقد الأمل في العودة إلى برشلونة الوطن سبورت فيدال أنا لاعب مختلف وجريزمان يتأقلم ودمبلي أخطأ في حق نفسه سبورت سري سيكستي راول جونزاليس يوجه نصيحة لأنسو فاتي موقع الشروق إصابة جديدة تضرب نيمار في وديت البرازيل ونيجيريا الفجر أربعة صفقات تشعل الحرب بين برشلونة وريال مادريد جول بوفون يكشف حواره مع رونالدو بعد هدفه الشهير نبتدي من صدر البلد نوقع صدر البلد وبتكلم على استعادات المنتخب الوطني الأول للودية الأولى تحت قيادة كابتن حسام البدري المدير الفاني الجديد للفرعنة واللي هتكون بكرة بإذن الله في تمام الساعة السابعة مساء على استادم جيش وورج العرب وأن الفريق خلاص أو المنتخب بيختتم استعاداته لهذه المواجهة وطبعا إحنا عارفين أن المنتخب عنده ماتشين رسميين يوم 14 نوفمبر و18 نوفمبر الأولى هتبقى أمام كينيا والتانية هتكون أمام جزر الكمر في التصفيات المؤهلة لبطاقة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرو وأكيد ماتشين هيكونوا مهمين جدا فالندي أو المنتخب بيستعد للمباريتين دول من خلال المعسكر الحالي مع الكابتن حسام البدري وإن شاء الله أنتمنى لهم كل التوفيق اليوم السابع البدري يكلف بركات باستكشاف جزر الكمر في رحلة خاصة وكابتن محمد بركات حيسافر جزر الكمر عشان يعرف كل الأمور المتعلقة بالملاعب ملاعب التدريب اللي هيتمرر عليها الفرعنة ومقر الإقامة وكل هذه التجهزات طبعا حركة تبقى فينا قبل أي مباراة خارجية بيقوم بها الأندية والمنتخبات يعني بما يتعلق منتخب مصر كابتن محمد بركات اللي هو مدير المنتخب هو اللي هيتمرر عليها الفرعنة ويستقر على كل هذه الأمور ويدرس الوضع بالزبط في جزر الكمر ده شيء مطلوف الحقيقة نروح للجمهورية أونلاين بالمناسبة حيث فيه معسكر لمنتخب مصر من 11 إلى 19 اللي هيتخلله طبعا مطشين دول مطشين رسميين أمام كينيا وجزر الكمر الجمهورية اللي هيتم بتقول ايه قرار جديد من البدري بشكل لعيب الأهلي والزمالك يعني البعض قالك ان كابتن حسيد بدري ممكن ما يدفعش بلعيب الأهلي والزمالك في مباراة بوتسوانا عشان تجنوبة للجاد وطبعا ده كلام مجرد احترافي بالمرة يعني فيش حاجة اسمها كده المنتخب أكيد أهم من أي نادي ده شيء مفروض منه يعني المنتخب بيحمل اسم مصر فطبيعي جدا كابتن حسيد بدري هو واخد مجموعة ستة من الأهلي وخمسة من الزمالك فأكيد حيدفع ببعضهم في هذه المباراة عشان يقيم ويقف على المستوى بعض اللاعبين من غير التفكير إطلاقا في مباراة القمة يعني ده كلام غير منطقي ولسه أصلا بعد المباراة بكرة يبقى عندك أربع تيام قبل مرش الأهلي والزمالك ففي فترة يعني كويسة فكابتن حسين بدري قال إنه هو حياتفع عادي بالعاية الأهلي والزمالك في هذه المباراة نروح لسوبر كور من منتخب الأولمبي وحنفضل في الحقيقة متابعين منتخب الأولمبي خلال فترة اللي جاية لأنهما بيستعدوا ليب تويت الأولمبي أفريقية في مصر تحت 20 سنة والمؤهلة لأولمبياد توكي ونتمنى إن شاء الله يا رب بإذن الله منتخب يوصل أولمبياد توكي ويفوز بهذا اللقب خصوصا أنه هو أو البطولة هتكون على أرضنا المنتخب الأولمبي يواجه جنوب أفريقيا بسادة القاهرة بكرة المباراة الثانية أمام جنوب أفريقيا بعد مباراة المباراة هل انتهت بالتعادل أو أول مباراة هي المباراة النهاردة أعتقد مش بكرة المباراة النهاردة المنتخب الأولمبي هل انتهت بالنهاردة بعد ملاعب أول مباراة مع جنوب أفريقيا المباراة الأولى كان في أستاذ اسمع عليها المباراة تانية في أستاذ القاهرة وهو الأستاذ اللي حيستضيه في مباراة مصر في المجموعة الأولى اللي بتضم مالي وغانا والكاميرا المجموعة صعبة جدا دي في بطولة الأمور الأفريقية تحت 20 عام ومباراة النهاردة هتكون مهمة وأعتقد بروفا قبل أخيرة للمنتخب قبل هذه البطولة البطولة هتبقى من يوم 8 إلى يوم 22 نوفمبر واحتمال يبقى في مطشودي قبل انطلاق البطولة للمنتخب اليوم بيودا شيء حيبقى مهمة جدا حتى تبقى استعدادات نهائية لهذه البطولة الهمة جدا نروح لليوم السابع المنتخب العسكرية توجه للصين المشاركة في كأس العالم العسكرية ودي بطولة هتقام بالتحديد من يوم 16 ليوم 29 أكتوبر والمنتخب العسكري معاه كل من كندا وعمان واليونان المطشط توقيتها امتى او أيامها ايه 16 أكتوبر و18 أكتوبر يعني 16 ده مع كندا يوم 18 أكتوبر مع عمان ويوم 20 مع اليونان ونتمنى ان شاء الله في التوفيق للمنتخب العسكري ويجيبوا لنا البطولة دي وحنا حققنا بطولة كاسر عام العسكرية كتير قبل كده بصراحة فأكيد نتمنى من كل التوفيق نروح لموقع يلا كور ليفر بول ودي بعض الأخبار العالمية ليفر بول يضع خطة التجهيز صلاح قبل موقع تينايتد احنا عارفين موقع تينايتد يوم 20 يعني يوم الحد اللي جاي مباراة غاية في الأهمية والقوة بالنسبة لليفر بول في إطار السعي نحو الفوز بطولة الدوري بعد غياب 30 سنة محمد صلاح نعرفين هو تعرض لإصابة قوية في مباراة ليستر الأخيرة لانتهى بفوز ليفر بول 2-1 الهدف كان جي في الآخر من ضرب الجزاء لميرنر وكان محمد صلاح قبليها بدقتين تعرض لإصابة قوية بعد التدخل قوي من حمزة شودري لعب وسط ليستر وصلاح بنسبة كبيرة ان شاء الله حيالحق هذه المباراة وفي برنامج خاص لتسهيل عودته لبداية من مباراة يونيتد نتمنى له كل التوفيق ونجمنا المصري طبعا نحنا كلنا نبقى في ظهره ومنسانده واللي بيرفع اسمه مصري دايما هو محمد صلاح نتمنى له كل التوفيق في هذه المباراة بالمناسبة نتمنى له إحراز هدف منشستر يونيتد لأنه من الأندية القليلة جدا اللي مقدرش محمد صلاح في الدولة الإنجليزية يحقق فيهم أو يحرز فيهم أهداف منشستر يونيتد سوانسي سيتي سوانسي كده كده مش في الدورة الممتاز دلوقتي وتشيفلد يونيتد بعد المجرى الأفيرة للمحمد صلاح مقدرش انه هو يحرز أهداف فيهم بعد مضاياة مفرادة مدعش يعني فنتمنى له انه هو يحرز منشستر يونيتد عشان ياسم هديين بس تشيفلد وسوانسي سيتي بإذن الله نروح لفيتو موقع فيتو بيقول إيه؟ بيقول إن جيرارد طبعا سطورة ليفر بول قال إن صلاح ومانيا وفرمينيو لا يمكن إيقافهم وفاسته في التكلوب ممتعة وهو تكلم قال إنه هو مبسوط قوي بيستمتع جدا بأداء ليفر بول مع يورجان كلوب واللي قدر أن يوصل للتشكيلة الأنسب على مدار سنتين الماضيين وهو دايما بقى يتوقع فوز ليفر بول سواء على الصعيد الأوروبي في الطول الدوري أطال أوروبا أو على الصعيد المحلي الدوري الإنجليزي وده شيء جيد وكمان أشياء دي فان دايك طيب دي كانت بعض الأخبار لسه عندي أخبار تانية حرجع أتكلم فيها بعد الفاصل مباشرة فيما يتعلق بالأخبار العالمية نروح نفاصل من الدعمارة تانية العالمية بالتحديد ومن جريدة الشروق أو موقع الشروق بيقول إيه؟ بيقول إن مدرب لاريسة اللي هو بيمرن أو المدير الفني لفريق عمر وردة لعبنا المحترف في الخارج في اليونان بالتعديد قالنا عمر وردة لعب ذاتي وإنه لعب مميز جدا وعنده إمكانيات كبيرة تؤهله للعب في أكبر الدوريات الأوروبية وفي الحقيقة عمر إمكانياته كويسة نتمنى إحنا بنتكلم أو البعض بيتكلم مش إحنا خالص البعض بيتكلم عن العقلية اللي تقود اللاعب للوصول لأقوى المستويات وده ممكن يكون بينقص عمر وردة ونتمنى له بإذن الله كل التوفيق ربي لأنه لعب مميز وعنده إمكانيات هائلة ومدرب لاريسة أنا بتعامل معه بشكل خاص وده شيء مهم إن المدرب يعرف إزاي يتعامل مع كل لعب من اللاعبين نتمنى لكل التوفيق إن شاء الله نروح لموقع في الجول وكاراجير طبعا نجم السابق لليفر بول أحد اللاعبين المميزين جدا في حياة في تاريخ ليفر بول قال إنه هو بيحب ساديو ماني بيقول عليه عبكاري إنه هو اللاعب المفضل ليه في ليفر بول قال إنه هو بيقدي بشكل مميز جدا وقال إنه بداية الموسم توقع تقلق ساديو ماني مع ليفر بول ورحيم ستيرلينج مع منشستر سيتي الأفضل زهري جنب أو أفضل وينجين بالتحديد في الداروينجليزي ساديو ماني ورحيم ستيرلينج وقال إنه ماني هو اللاعب المفضل ألفاز به واللعب يؤثر بشكل كبير جدا سواء في إحراز الأهداف أو صناعة الأهداف مع ليفر بول ودي حقيقة ومش ماني بس يعني في الميني هو أيضا صلاح مؤثرين جدا لكن هو بيميل للماني وأحرم راحة ومفيش مشكلة نروح للفجر نوقع الفجر وكوتينيو يفقد الأمل في العودة إلى بارشلونة نحن عارفين أن كوتينيو كان بقاله سنتين في بارشلونة بعد انضمام من ليفر بول في صفقة كانت يعني خدت كلام كثير جدا لما نضم ما تقلقش إطلاقا وما نسجمش مع بارشلونة فبالتالي خرج أخيرا لبايا نيونيخ في صفقة كانت مهمة على سبيل العرب بنية الشراء وبيتقلق بشكل جد جدا مع بارشلونة بالمناسبة يعني لولا صابت ساني في منشستر سيتي بروباط الصليبي مع بداية الموسم ده في بطولة الدرعة الخيرية أمام ليفر بول ما كانش كوتينيو راح باير كان سانيه هو اللي حيروها لكن في كل حوالها دي كرة القدم يعني كوتينيو بيتقلق في الحقيقة بشكل جد جدا مع باير وواضح أنه هو هيكمل مع باير بعد انتهاء الأعارة نروح للوطن سبورت وارتورو فيدال لاعب وسط باشلونة قال انه هو بيكتلم عن نفس الشوية قال انه لعب مختلف دايما بحاول انه اقدم مهمة بتاعته اللي بتتمثل في الجاري دايما طول المباراة سواء على الجانب الدفاعي أو الجامع الجانب الهجومي وانه هو بيجيد الجزئية دي وانه هو مختلف عن بوسكتس اللي ممكن يكون بيهتم بالجانب الدفاعي أكتر تبكر للسياسة والاسلوب اللي بيلعب به باشلونة وقال ان جريزمان كمان بيتأقلم معنا في شكل سريع وده دليل انه هو بيحرز أهداف وبيتألق في المبروات الأخيرة وقال ان ديمبلي محتاج انه هو يقف مع نفسه وقفة أفضل من كده عشان عنده امكانيات كبيرة نحاول ان نستفاد منها في صفوف باشلونة سبورت سري سيكستي والتصريح لراول جونزالز وبيوجه نصيحة انسو فاتي طبعا اللاعب باشلونة اللاعب مميز جدا عنده اعطاقت 16 سنة بيرعى في الستيم دلوقتي وبيتألق بيحرز أهداف وكلام على انه هيروح للمنتخب الأسباني وتم استدعائه مش المنتخب الأول المنتخب الشباب لكن في كل أحوال جونزالز قال ان اللاعبين 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 بموهبة فاتي أكيد لازم انهما ما يتعجلوش إطلاقا اللاعب في المنتخب الأول واستمتعوا بمسيرته مخصوصا المسيرة بادية بشكل مبكر وبشكل ملفت في الحقيقة بالنسبة لأنشو فاتي اللاعب مميز في الحقيقة نروح للشروق وبطول إصابة جديدة تضرب نيمار في وضية برزيل ونجيريا النهاردة كان فيه مطشودي من برزيل ونجيريا في تمام الساعة الثانية ظهرا المبرانتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد ونجيريا كانت تقدمت في الأول بهدف لجو أريبو في ديئة 35 وكازيميرو اتعادل في ديئة 48 ونجيريا واحد واحد لكن الأهم أن نيمار في ديئة 12 بزرطة تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وبعد كده تيتي اللي هو المدرب المنتخب البرازيلي قرر أن نزل كوتينيو مكان نيمار وأعتقد أنه سيغيب لفترة لأن الإصابة مواضحة أنها إصابة قوية شد في العضلة الكافية هيخد 70 أو حاجة يعني بالنسبة لنيمار نروح للفجر موقع الفجر وأربع صفقات بتشعل الحرب بين برشلونة واري المدويد الصفقات اللي هي مين أو الأسماء مين بالزبط كليان بابي طبعا باريسان جرمان وفابيان من نابولي وهوفيرتز لعب بايرن ليفر كوزين وكاما فيانجا لعب رين الفرنسي قالوا أن كشافي الفرقتين بمتوجدين في كل المباراة الخاصة بهؤلاء اللاعبين علشان يستقروا في النهاية على التعاقد معهم من عدمه بس بالتحديد يعني امبابي مش هتكشفين خلص امبابي لعيب عالمي يعني لعيب كبير قوي فاللي هيقدر يفوز بخدمات امبابي هيفرق معاه في عشر سنين جايين فهنشوف مين اللي هيقدر يفوز بهذه الصفقات من برشونا وراء المدريد ودائما تنفس مجلهم دائم نروح لموقع جول واللي بيتكلم على بوفون حارس يوفينتوس واللي بيكشف حواره مع رونالدو بعد هدفه الشهير احنا عالفين طبعا الصورة باينة هدف بتاع رونالدو الشهير في مرمى يوفينتوس في دوري أبطال هدف باكورد وهدف تريفي من قدرش ننسى طبعا فبالتالي كان في حديث كده بوفون بيقول ان انا دايقت اول لما الجون دا جاي فاتكلمت مع رونالدو بقوله انت عندك كم سنة قال له تلاتة وتلاتين مش سيء صح فرد عايي قال له طبعا قال له انت حرست هدف عالمي يحرزه لعيب اصغر من كده بكتير فتطرق طبعا بوفون وقال الرونالدو طبعا لعب رائع ويتفاعل بصورة جيدة مع زملائه في يوفينتوس طبعا رونالدو مش رحتاج كلام اطلاقا ولعب مهم يوفينتوس اكيد بتحاول تستفاد منه تسوقيا وفنيا واعتقد رونالدو لو قدر انه يحقل تشاملز ليج مع يوفينتوس هتبقى حاجة كبيرة قوي قوي بالنسبة لرونالدو ويوفينتوس قادر على تحقيق هذا اللقب في الظل انتلاكهم العدد كبير من اللاعبين المميزين في جميع الخطوط وده هدفهم الاساسي السنة دي هما يحاول تشاملز ليج خصوصا هما بيحاول دوري بالهم سبع سنين وربعض تقريبا يعني وخصوصا نفيذ المنافسة قوي مع انتر ميلا بالتحديد في الكالتيو لكن هما اكيد عندهم فرص كبيرة في تشاملز ليج وهنشوف الامور هتبقى هتستقر على ايه بالنسبة ليوفينتوس دي كانت بعض الاخبار المحلية والعالمية اللي تكلمنا فيها مع حضرتكو هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل حينوارني وشرفني في الستوديو الأستاذ محمد الدرديري الناقض الرياضي بوكالة انباء الشرق الاوسط ونتكلم في بعض الامور الهمة ابرزها طبعا مباراة القمة ما بين الاهل والزمالك استنونا بعد الفاصل أستاذ محمد الدرديري الناقض الرياضي بوكالة انباء الشرق الاوسط بين نواطنا وشرفنا في السوديو أهلا بيك أهلا بيك أمير أهلا بيك تمام الحمد لله عندنا جانب كتير في الحقيقة عايزين نتكلم فيها نبتدي بالنادي الأهل واستعدات الفريق اللي مبارأ الموجولة أمام الزمالك مبارأ مغاية في القوة الصعوبة بتشوف الموتش ده ازاي وبتشوف الاستعادات ازاي أكي طبعا مبارأة الأهل وزمالك دي مبارأة قيمة مهمة جدا لنادي الأهلك مشوروا الحفاظ على اللقب يمكن جات الموسم ده بادري شوية نعايزين نشوف إنه كان الموضوع ده إيجابي ولا سلبي بسرعة أعتقد أنه يبقى فيه إيجابي شوية طبعا إيجابي أفضل بكتير أنه ستبقى كل الفرع حاسم أمورها مبكرا يعني بقاش فيه الضغط العصبي اللي بقى المبارأة تبقى في أخر الموسم بيبقى عليها مشاكل كتير أعتقد دي مبارأة قوية فرصة لنادي الأهلي أنه يعزز تخدوم في البطولة ويبعد عن الأرب المنفسي المبكرة ويقدر يحسم المغرام مبكر يعني زي ما قلتو مغرام مهمة جدا النادي الأهلي أتمنى يكون تليق بالفرقتين بالمستوى اللي احنا شايفينه والنادي الأهلي من أول الموسم عمل نتائج رائعة ومستوى ثابت ورائع نتمنى إن شاء الله مبارأة تكون قوية وتليق بمستوى الفرقتين جايك في بيليش يعني طبعا هو من المبكر جدا أنه نحنا نقدر نحكم عليه ولكن النتائج اللي هو عملها مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة الفوز إلى جانب يعني مش فوز فقط ولكن فيه أداء رائع في الثلاث مبارات العوم حتى الآن في الطولة الدوري يعني هو حتى الآن ممتاز نتمنى أن الموضوع ده يستمر لنهاية الموسم يمكن أول مباراة يعني في الدوري هتبقى قوية مباراة زمالك طبعا زمالك في السوبر وقدر يكسب يعني أنا شايف نهو بيصير بخطة سابتاعة بيعمل عملية تبادل في اللعبين تغيير المراكز التدوير اللعبين في المباريات أعتقد ده شيء مهم جدا من الأفضل الحاجات اللي هو عملها لما مسك النادي الأهلي برضو لسه رضو ما نقدرش نحكم عليه الحكم النهائي في الوقت الحالي لسه من بوكر جدا ولكن أنا شايف نهو حتى الآن يسير بخطة سابتا ومساوى مرتفع المباراة الأخرى أمتى نحكم عليه؟ يعني عد روص الموسم كده ونقدر نتكلم ولكن برضو أنا شايف نزي ما قلت يعني هم يتدمج ويقلل منه طبعا طبعا ولكن النتائج حتى الآن ثلاثة انتصارات متتالية أداء رائع نتائج عادة كبيرة من الغزير من الأهداف أهداف أولها هدف واحد جيه في مرمى النهائي في طولة الدوري أعتقد من المبوكر الحكم عليه ولكن زي ما قلت المؤشرات كلها إيجابية بشكل كبير للأداء والنتائج اللي عملها مع نادي الأهلي حتى الآن إيه اللي ساعد نستر فايلر مع نادي الأهلي حتى الآن؟ يمكن هو أكتر من عامل يعني هو أولا اختار الجهاز معهم بتاعه كله جايين معاه فيه نخبة من اللعبة الممتازين في النادي الأهلي في الوقت الحالي فيه عنده أكتر من بديل وأكتر من لعب في كل مركز وزي ما قلت بعمل عملية التدوير يعني ما فيش تسكيل ثابت لحد ما في مباراة نادي الأهلي فتحة أخيرة ولكن الميزة على الرغم من كده أن كل اللعبة اللي بتشارك بتأدي في المكان اللي بتشارك فيه وتبزل أقصده وتطلع كل عندها وده الواضح لجميل النادي الأهلي أن المستوى ثابت وأن فيه مكسب وفيه جمالية في الأداء كمان بتتوقع التشكيل الخاص بالنادي الأهلي في مباراة الكومة هل ممكن يبقى فيه تغيير برضو تدوير من مستر بيلر ولا بعد مباراةي الإنتاج وأسوان اللي كان فيه تقارب كبير جداً في التشكيل ما بين المباراةين دول متوقع أن نستمر بنفس التشكيل أعتقد يبقى فيه استمرارية في نفس التشكيل ده في المباراة الزمالك مش وقت يعني مباراة قمة مش هال مباراة اللي ممكن يدي فيها يعمل فيها عملية تبديل كبيرة في التشكيل الفوز مهم جداً للنادي الأهلي في المباراة دي أعتقد أنه يبقى التشكيل وإلى حد ما ثابت فيه يمكن بعض اللعية زي عمر السلية مصاب أعتقدون هيرجع وهلحى مباراة قمة يعني أعتقد أن التشكيل هيبقى سابتة للفترة اللي جاية ومباراة القمة مش يبقى فيه تغيير كبيرة في التشكيل بالعكس أعتقد أن يبقى أغلب المراكز واضحة ومعروف المشاركين فيها مستبعي دي أن يبقى فيه مفاجهة يعني صعب هو زي ما قلت هو من بداية الدوري بيعمل تغيير في كل المباراة وشايفين أن فيه لعيبة بتشارك وبتأدي البديل على نفس مستوى اللعيب الأساسي من بداية الموسم بالفعل ما فيش بديل وما فيش أساسي في ناد الأهلي كل اللعبها أغلبها شاركت وأغلبها أدى بنفس المستوى ممكن طبعا تك تكيان يكون فيه بعض المفاجآت هو ممكن يعملها سوى في تغيير صرية اللعب أو في مشاركة لعبين مشاركوش قبل كده ولكن أعتقد أن الأمور واضحة في ناد الأهلي وهذا كل يرجع لفايلر يعني هو الأدرى في الفترة اللي جاية خاصة ما نعرف أن الفترة اللي جاية دي المكم يوم قبل المباراة وبعد عودة اللعبين الدولين في جلسات مكسفة مع اللعبين وعن الجهاز المعاون لتجهيز المباراة دي هيبان في فترة اللي جاية إذا كان في تغييرات بالفعل هتتم ولا هيستمر بنفس المستوى اللعبين الممكن بإذن الله يرجعوا كافة الأهلي في مورادي شكرا ممن ممكن 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 يعني زي ما قلنا ناد الأهلي من البداية الموسم ده بيع المساعد بيع المساعد ممكن أعتقد أن يأخذ فرصة مورادي وأجاية كمان بيلعب بشكل أساسي وشايفينه ومستوى متغير تمام من 180 درجة من بعد وصول الفيرر أعتقد أني برضو أجاية مستوى سابت وممكن يكون لي دور كبير في موراة القمة متوقع لمباراة بأشبيه هل لمباراة السوبر ولا فيه اختلف؟ يمكن مباراة السوبر ناد الأهلي كان ضغط من بداية المباراة واستحوز على أغلب الفترات في الشوت الأول وهي يمكن مباراة السوبر عندما تكون مباراة الكؤوس clothes لها ضغط عصب أكبر أعتقد أني نفسياً وبدنياً مباراة الدولي هتبقى مختلفة شوية عن مباراة السوبر لا أعتقد أني هيكون النادي الأهلي أهدأ عصاباً وفي النهاي الذي يستطع على المباراة ويستطع على المنطقية وسط الملعب فهيستطعين ممباراة التأثير الإيجابي اللي ممكن يكون للفريق الفائز بإذن الله في هذه المباراة تمنى إن شاء الله يكون النادي الأهلي ممكن يوصل لحد فين أو ممكن يكون إيه بيتمثل فين أكيد هي دفعة معنوية جديرة خاصة مباراة القمة في بداية الدور زي ما قلنا في الأسبوع الرابع أعتقد أن مهم جداً يلفوز بيها لو الأهلي قدر يحقق الانتصار هينفرد على القمة ويبعد عن أقرب منافسه ويقدر يعطل منافسه للناد زمالك شوية أعتقد أنه ملقى معنوية هاتف الكتير مع النادي الأهلي أنه يكسب المباراة في الفترة المباراة مهمة جداً في بداية الدول ولكن ليه تأثير معنوه كبير على عدة النادي الأهلي وعلى نتائجه وعلى أداؤه وعلى فرق النقط اللي سيبقى بينه بين الزمالك المنافسه تحدى الكرة استقرأ أو لجنة الحكام تحدى الكرة استقرأت على الحكام ولا لسه لسه لحد دلوقتي ما فيش نتأخرين شوية يعني هو بس طبعاً خجمان المباراة يوم سبت ويبقى أغلب الأسبوع الجاي بس نحن عارفين المباراة يوم سبت من زمان يعني أولاً طبعاً يكون فيه مخاطبات تمت من فترة طويلة للمباراة دي بس ممكن من عادة التحد الكرة ما بيعلنش أن أسماء الحكام قبل يوم أو اثنين من المباراة حتى هو ممكن يكون فيه متفقين مع طاقم معين ولكن هما ما بيعلمش أغير قبلها بيوم أو اثنين عن الطاقم المباراة لهذه المباراة أعتقد أنه ما فيش أزمة في موضوعاته كماماً هيتم قبلها بيوم أو اثنين بكتير هيتم إعلان عن الطاقم التحكيم لهذه المباراة ما كان المباراة فيه؟ تبقى لمعلوماتك يا يعني هو النهاردة كان فيه بعض الكلام أنه ممكن تبقى لبرج العرب لضمان حضور جماهيري يعني ولكن يعني أعتقد لديق الوقت هيتم رافضه يعني هي لو راحت برج العرب هيتم فيه جمهورش ولا في كل أحال مفتش جمهورش هو تحد الكرة هو اللي طربت إتنين لبرج العرب عشان يحاول يدخل عدد من الجمهور ولكن ما أعتقدش يعني في الوقت الدايئة ده هياخده موافق على كده أعتقد أنه هو راح تقام في أستاذ القاهرة وبدون جمهور في أستاذ القاهرة وبدون جمهورش طب أنهي الإجابي أكتر يعني مباراة تلها في أستاذ القاهرة ولا هتروح برج العرب بجمهورش لا وطبعا أكيد وجود الجماهير مهم جدا في مهارات ذي طب 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 نفس الوقت نفسنا نرجع نلعب في أستاذ القاهرة بصراحة يعني كأمدية مصرية يعني مش أصدي على الأهل أكيد ويمكن يعني إحنا كان نفسنا نكون مباراة تقام في أستاذ القاهرة وبحضور الجماهير بزرط طبعا طبعا يعني لكن معرفش ممكن أمنيا في بعض المنحوزات هم طلبوا أن مباراة تقام بدون جمهور وفي نهاية سرعة تتحدد وكرة النهاردة بيحاول إضغط النهيين المباراة برج العرب في مخابرة أنها تقام بجمهور يعني هتتني إليه إذا كان كده 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 في محاولات حقيقة في محاولات وخلال الأهام الجاية هيتم الكشف عن موقف نهاء المباراة تتوقع إيه بقى؟ أنا أتمنى أنها تقام بجمهور في أي مكان سواء في القاهرة أو فوق أكيد أكيد يعني مباراة قيمة أهلي وزمالك ما بتيبقاش فيها الروح إلا بوجود الجماهير صحيح طيب خلينا نتكلم في شركة آخر بيخص النادي الأهلي وبالتحديد فيما يتعلق بالمجموعة الخاصة بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريكيا والذي بضم الأهلي والنجم الساحلي والهدال السوداني وبلاتينيوم الزمبابويتن رأيك في المجموعة؟ أولا مجموعة إلى حد ما قوية ومتوازنة يعني الفريق اللي بيدور على إنه يكسب بطولة دوري أبطال أفريكيا المفروض أنه ما يبصش للفريق اللي معاه في مجموعة هي مين ومستوى هي إيه؟ الفريق اللي بينافسه عايز ياخد اللقب ما تفرقش معاه هو يلاعب مين؟ يمكن يعني أتوقع إن شاء الله حاجة إجابية للنادي أهلي البطولة دي فيه إصرار كبيرة سواء من الجهاز الفاني أو من اللاعبين وحتى فيه دعم كبير من مجلس الإدارة ومن جماهير على إن النادي الأهلي يحقق البطولة الموسم ده يعني مباراة هتبقى قوي مباراة نجمة سحلة بره في تونس وآخر مباراة هتبقى الهلال السوداني بره يمكن ترتيب المباراة في صعوبة شوية على الندي الأهلي ولكن أتوقع عني في صعوبة في الترتيب؟ أكيد هما يبقى عندك أول مباراة بره وآخر مباراة بره يعني بتبقى صعبة شوية ولكن أتوقع عني مجود الكتيب بتالنجوم دي وقيادة فايلر في الوقت الحالي أن النادي الأهلي قادر أنه يحقق نتائق إجابية وأنه يقدر يعدي دور المجموعات ونتمنى كلنا هذا طبعاً طبعاً زي ما قلت دي برضو الاختبار الحقيقي اللي نقدر نحكم عليه على فيلور يعني سيبك من المباريات المحلية كلها الاختبار الحقيقي والإحاد للمباريات المحلية من قدرش نحكم على فيلور من وجه نظرك طبعاً النادي الأهلي بحكم أنه أكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي في مصر أكيد كل فريق بلعبه محلياً بيبقى عمل حسابه وبيبقى فيه حالة خوف كده من النادي الأهلي لكن في أفريقيا أنت رايح تلعب بره تلعب السودان هتلعب تونس هتلعب في زنبابوي هي دي المباريات اللي خارج أرضك بالذات هي دي اللي هنقدر أصعب هي دي الأصعب يمكن هي دي اللي وجهناها في الموسم اللي فاته هل كانت صعوبة أن النتائج النادي الأهلي بره أرضه كانتش على مستوى المرضي للجماهير أو للإدارة وهي دي ممكن أصدر بشكل كبير على مسيرته في بطولة سنة إن شاء الله بالعدد النجوم الكبيرة الموجودة جهاز فن جديد عنده طموح كبير من حق البطولة دي أعتقد أنه هيبقى الوضع مختلف أكيد أصعب الفرق اللي في المجموعة من وجهة نظرك مين يعني هو طبعاً الفرق شمال أفريقيا جماهيرياً نجم استحيل التونسي ما تبقى مبارا صعبة جداً بره برضو ريال السودان مش من فريق الضعيف وانت تروح لعب في السودان أجواء برضو جماهيرية يمكن أقلهم شوية أو الفريق يعني بلاتيني هو أقل يمكن فريق في المجموعة ولكن زي ما قلت الناد الأهلي الناد اللي بيدور على اللقب اللي بيدور على أنه يحصل دوري عبطال أفريقيا ما يفرقش معاه هلاعب مين أو فين نتمنى إن شاء الله أن الفترة اللي جاية الجهاز الفني يدرس بشكل كويس نقاط القوة والضعصة في النجم السوداني في اللاتيني ويحق نتائج جبية ويصعد من دول المجموعات ويكمل إنهاء البطول أصعب المجموعات من وجهة نظرك بخلاف مجموعة الأهلي أكيد في المجموعات صعبة المجموعات الثالثة والربعة مجموعات صعبة جدا يعني مجموعات رابعة فيها فرع كتير اللي هي مرشحين لتراجي الوداد تراجي الرجاء سوريا الرجاء المجموعات صعبة الوداد وصانداونس في مجموعات الثالثة برضو مجموعة صعبة يعني مجموعة صعبة أعتقد برضو في مجموعة ربعة في شبيبت القبائل الجزائري برضو مجموعة صعبة التالتة ورابعة مجموعة صعبة لحد المال طيب بترشح مين اللي ياخد البطولة بإذن الله إن شاء الله يتمنى الأهلي لكن أكيد في معطيات مختلفة أو متابعة أنت في أفريكا في شكل عام يمكن استنادي بطولة دور الأبطال الستاشر في ريئي اللي فيها كلهم يستحقوا التوجس في الدور دائم من أقوى النسخة على مدار السنوات الأخيرة فيه أندية كبيرة في البطولة في دور الستاشر زي ما قلنا فيه مجموعات قوية جدا فيه هيبقى كمنافسات قوية زي ما قلنا فيه الترجي فيه الودات فيه الرجاء فيه الندي الأهلي فيه يعني فرق كتير بتنافس على البطولة من الصعب إن إحنا مبكرة إن إحنا قول مين يكسب البطولة لا لسه إحنا في بداية دور المجموعات أعتقد أني هنشوف أكتر من مباراة قوية وهيقدر بعد دور المجموعات ممكن نقدر نحدد مين الفرق المرشح الحظ اللقب يعني طيب عزقتك لجانب آخر فيما يتعلق بالكلام الكتير دايما خلال الفترة الحالية رغم أنها فترة غير منطقية للحديث عن هذه الأمور زي مثلا الصفقات وإن الأهلي بيسعد بتاعكم مع فلان فلاني وإن الأهلي هستغنى عن فلان فلاني كصحفي بتشوف إزاي توقيت هذه الأخبار لا أكيد توقيت خاطئ تماما خاطئ في الوقت الحالي لسه من المبكرة جدا تريس عندك شهر يناير لسه قدام قطعة أربعة شهور قبل على فترة قارب فترة انتقالات يعني والمدير الفني كامل حقش يعني بقى له ستة بط شبس وأكيد الأخبار بتأثر بشكل سلبي على بعض العيبة اللي بتتيجي أسماءهم في قائمة الاستغناءات أو وهتأثر سلبين على شكل قوام الفريق يعني أعتقد أن المبكر جدا الحكم على إن مين هيمشي ومين هيعود من التعقدات الجديدة ومين هتم الاستغناء عنه وزي ما أنت قلت برضو لسه المدير الفني يعني لسه أربع مباريات ربع مبارا لي في الدولة لكن كله ستة بالضبط فلسه يعني أعتقد أن دامنا المبكر جدا الحكم أن مين هيكون موجود ومين هيكون مين هيتم الاستغناء عنه وخاصة أن احنا قلنا أن يفعلر بعمل عملية تبادير كده في المراكز وفي التشكيلة في كل مباراة فأنت لسه فيه لعبة لسه ما شركتش أعتقد أنها جيلها فرصة أن يتشارك في الفترة اللي جاي عودة محمد محمود وسعد سمير واكتراب عودة ندفت بإذن الله شاب بتمثل إيه بالنسبة لفريق النادي الأهلي ومستر فيلر؟ أكيد دي طبعا إضافة قوية للفريق يعني إحنا شايفين زي ما قلنا العملية التبادل والتدوير اللي بتتم أعتقد أن دولة منهم ثلاث لعبة في النادي الأهلي في فترة الأخيرة سيضيفهم سوق حظ في الإصابات أعتقد أن بعد العودة من الإصابات دي هيكونوا إضافة قوية للفريق وهيكونوا قدامهم فرصة يدخلوا مع الفريق ويكملوا مع المجموعة اللي موجودة لمصابة الدوري ومصابة دور أبطال الفريق أكيد نتمنى عودتهم سريعا وكان نسوقه واجههم سوق حظ في الإصابات نتمنى تواجدهم مرة أخرى في فترة وهو قريبا خلاص يعني هيدخلوا في الفترة اللي جاية في قوام الفريق نخدشوا في المتشاط أكيد طيب بالتحديد دوري بطولة الدوري بتشوف المنافسة عليها زي السنة دي وأبرز الفريق يعني ممكن نفسه مع النادي الأهلي على هذا اللقب يعني لسه برضو إحنا في بداية الموسم النادي الأهلي ما شاء الله ماشي بخطوة سبتة حقال علامة الكاملة في البطولة حتى الآن زي ما شوفنا برضو في منافسة من الزمالك وبرامز وخلف النادي الأهلي على القمة أعتقد أن المنافسة دي هتستمر الفترة اللي جاية زي مالك وبرامز زي مالك وبرامز زي أكيد يعني هم أبرز منافسين للنادي الأهلي على بطولة الدوري الموسم ده سواء بالسفقات اللي هم جابوها أكيد او بالشكل المنافسة زي ما شوفنا حتى بالنتاج يعني هم اللي خلف النادي الأهلي على الصدارة في لقات الحالي طيب يعني اتكلمنا في بعض الأمور اللي تتعلق بالنادي الأهلي سواء استعداداته لمباراة الزمالك كمان مجموعة النادي الأهلي في أفريقيا هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نتكلم على بعض الجوانب والأخبار المحلية استنوا لنا بعد الفاصل نتكلم شوية عن المنتخب الأول المنتخب الأول وازاي بتشوف استعادات المنتخب الأول لمبارات بوتسوانا وماذا أهمية هذا المعسكر بالتحديد اللي بيتخلله هذه المبارات يمكن بالنسبة للمنتخب الأول المعسكر مهم أول تجمع للمنتخب فهضور بقيادة كابتن حسام البادري أعتقد أن ده فرصة كبيرة للعيبة التعارف مع الجهاز الفني الجديد ويعرفوا إيه الخطط المستقبلية للجهاز الفني إيه الهدف من تواجدهم في المعسكر وإيه الجهاز الفني بيقول لهم طبعا الخطة للفترة اللي جاية إيه يمكن المبارات مش قوية أوينية مش مقدام منتخب قوي ولكن هي فرصة للجهاز الفني اللي التعارف على لعبية وإمكانياتهم وخاصة في عدد كبير من الوجوه اللي اختارها كابتن حسام بدري تستحق التواجد في المنتخب في الفترة دي نتمنى إن شاء الله زي مين مثلا؟ أكيد وجود حمدي فتح مثلا من الناد كان مهم جدا في الفترة دي من المنتخب مصري يبقى فيه عنده خط نص قوي كابتن حسام اختار أكتر من لعب موجود محمود علاء في الناد الزمالك وأحمد حجازي عودته بقوة مع المنتخب عودة أحمد فتحي طبعا مهم جدا للمنتخب وجود أيمن أشرف فدخول عبدالله جمع برضو المنتخب أعتقد هذا شيء مهم جدا لصالح منتخب مصر أتمنى إن شاء الله أن يدر من المعسكر ده يبقى فيه توليفة كويسة كابتن حسام بدري يدر يجمعها من اللعيبة وتبقى بداية انطلاق حقية للمنتخب من مصر الفترة اللي جاهزة سواء في تصفيات كاسم أفريقية أو في تصفيات كاسم العالم تطويق على تشكيل النارد أبو كرام يعني والتشكيل يعني ما تخشى يبقى في تغيير كبيرة يكون الشي النوع أساسي في حرص المرمى وممكن قدامه أحمد علاء محمود علاء وأحمد حجازي أحمد فتحي أو الرجب بكر في اليمين عين أشرف الشمال يمكن شايف وجود أحمد فتحي مهم في مفرازة عين أشرف شمال عين أشرف شمال وممكن عبدالله جمع سعتقد عين أشرف حكميا ممكن محمد حمدي وأنتبه حسن مقترع بي جدا ممكن برضو بس يعني تني كلاته وقعات برضو بكرة مص الملعب في طارق حمد في محمد النني أو حمدي فتحي والنني هو بيبقى النني غالبا أساسي وجمه طارق حمد أو حمدي فتحي في بعد كده عبدالله السعيد في أبو أفش أعتقد ممكن عبدالله يبدأ بيه كابتر حسن هي برضو مقبارة بكرة فرصة يعني أكيد أكثر من اللعب هشارك يبقى في تغييرات كتير يعني فيش جرام على السعيد مهاجم وحيد يعني هنشوف مثلا حسين الشحات ممكن بضبط فزي ما قلت هو ممكن لسه دي مبرارة دية أو مبرار للجهز الفني جديد أعتقد أن يبقى في تغيير كتير برضو الفترة اللي جاية لسه نقدرش نسبت تشكيل للمنتخمص في الوقت الحالي لكن دي فرصة كويسة أن الجهاز الفني يقف على أرض الواقع على مستوى اللعبين معه في المعسكر شايف أن المعسكر ده كافي لجهاز فني جديد للاستعداد للمطشين الهمين جدا على المستوى الرسمي سواء أمام كينية أو جزر القمر شايف أن ده كافي يكفي الجهاز الفني ولكنه محتاجين معسكر كمان عشان يستعد ويبقى ملم بكل اللعبين يمكن هو يعني يعني عشان يديد الفني وطني كابتن حسام مش غريب على الكرة المصورية طبعا عارف مستوى اللعبين وعارف ممكانيات اللعبين الموجودة في الدور المصري واللعبين كمان المصريين المحترفين بره وخاصة مع الرغم من أهمية المباراتين اللي جايين الرسميين بس مبارات مش أمام منتخبات قوية يعني أعتقد المبارات بكرة كافية أنه يقدر يحكم على أكتر من اللعب تبقى يعمل توليفة كويسة قبل المبارات 300 اللي جاي في زل أكيد عودة صلاح كمان هتبقى أضافة قوية أكيد طبعا يمكنه ما شاركش أو ما انتظامش في المعسكر ده ظروف الإجهاد مقتنع من الموضوع ظروف الإجهاد دل قيل يعني هو تصاب في آخر ماتش يعني بتعاليسترستيتي في الآخر كده لكنه كان أعلنه قبل المبارات الإسترستيتي أنه بسبب الإجهاد بالضبط من قبل إصابته دي تم الإعلان هو هيتم إرحته في المعسكر ده ومش يكون موجود يمكن برضو زي ما قلت يا مبارات بكرة مش مبارات مش أمام منتخب قوي يعني هي تجربة ودية الجهاز الفني بيحاول يختار توليفة من اللاعبين ويعمل فريق يبدأ يكون منتخب جاء لمصر فترة اللي جاية ولكن أكيد طبعا مجود محمد صلاح مهم جدا فترة اللي جاية مع المنتخب أعتقد أنه يكون منتظم بشكل أساس في المعارات الرسمية اللي جاية لازم يكون موجود طبعا طيب بالنسبة للمنتخب الأولمبي لعبه أول إمبارح مباراة ودية والنهاردة كمان شوية عندهم مباراة ودية أخرى مع نفس المنتخب اللي هو منتخب من جنوب أفريقيا بتقايم إزاي الاستعداد بتاعهم الخاص ببطوة الأولمبي بطولة مهمة جدا للمنتخب الأولمبي طبعا بيحاول يعمل توليفة برضو من اللاعبين في الفترة دي عنده بصراحة قماشة كويسة عنده بصراحة الفترة دي في المنتخب الأولمبي عنده لعيب على المستوى عالي جدا نتمنى إن شاء الله في المباراتين والديتين سواء المبارات التي تعتبت قبل كده أو المبارات النهاردة التي ستقام بعد شوية نقدر يعمل حاجة كويسة يقدر يكون فريق كويس يقدر يعمل تشكيلة كويسة خاصة كما قلت المبارات في كاس الأمم وأهل الأولمبياد مبارات صعبة جدا نتمنى الفترة اللي جاية المنتخب الأولمبي يعدي البطولة دي ونتأهل الأولمبياد إن شاء الله أبرز العناصر من يجب نظرك في المنتخب الأولمبي أكيد في أكتر من العناصر مهمة في المنتخب الأولمبي أبرزهم من لعبة الناد الأهلي سواء رمضان عمار حمدي صلاح محسن في لعبة كتير فيه توليفة كبيرة وفيه أحمد حمدي كمان من الجونة وفيه عدد فيه أسما جلال المدفع أمبي دلعب مميز صحيح فأعتقد أن المنتخب الأولمبي بردو يعني عندنا منتخب مميز عندنا مجموعة لعب ومميزين نتمنى إن شاء الله أن هم يحققوا أمالنا وأن هم يتأهلوا لدورة لعب الأولمبية ويعني في ذلك المجموعة اللي معنا دي شايف الأمور صعبة أم لا نقدر هو في الأعمار السنية دي يعني المجموعة المنتخبات اللي معنا يعني أنا شايف أنها برضو مش سهلة مش سهلة مش سهلة لا طبعا أعتقد أن مباريات هتكون صعبة عددك معاك غانا والكاميرون ومالي يعني دي مجموعة مالي ممكن تكون أقوىهم في المرحلة العمرية يعني المناس فهم أن كاميرون وغانا هي لا أنا شايف أني مالي هي أقوى في المرحلة العمرية دي أقوى منتخبها يكون هناك قوة. أعتقد إن شاء الله نقدر نحق حاجة أخصاً أعتقد أن يكون في طلع حضور جمهير كبير لمؤذرة المنتخب الأولمبي في البطولة دي. نتمنى إن شاء الله يحقق نتائج إيجابية. ونقدر طبعا هو أول ثلاثة بيتأهله دورة العب الأولمبياء إن شاء الله نتأهل. نصعد من المجموعة الأول ونتأهل إن شاء الله لدورة العب الأولمبياء اللي هي الحلم الكبير للمنتخب الأولمبي والجيل ده كلهم طبعا. مباراة النهاردة لما نشوفها إن شاء الله منتخب الأولمبي نقدر نقيم المنتخب نقدر نحكم هل هم قادرين على الوصول ولا لا ولا مش مقياس يعني. أكيد المباراة الوديا بتقومها مش مقياس بشكل كبير. يعني هو بالعكس أنت ممكن تشوف شكل المنتخب عامل إزاي الخطة اللي بيلعب بيها إزاي. ولكن كتشكيلة لعبين أغلب مباراة الوديا أنت بتبقى برضو بتختار تشكيلها. مش هي الأساسية اللي بتلعب بيها. بيبقى مباراة للتجربة يعني بتجرب العيف في مركز أو بتجرب خطة معينة أو تيك تيك معين. صعب إن إحنا نحكم على مستوى منتخب المباراة الدية طبعا. ونتمنى لهم التوفيق طبعا في المفاصلة اللي جاية. نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق لأن هذا شيء سيكون مهم جدا. سواء لمنتخب مصر الأول إنهم يكونوا موفقين في التحديات المقبلة. تتمثل في استصوات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرو. وكمان سيبقى مقبلين على استصوات كاس العالم. هذا شيء غاية في الأهمية بنسبة الشعب في مصر كله. وكمان فيما يتعلق منتخب الأولمبي نفسنا أكيد إن نحن نوصل الأولمبياد. طبعا نفسنا إن نحن نحقق البطولة على الأرضين إن شاء الله الأول. وبالتالي نتأهل لأولمبياد توكيو 2020 وإحنا قادرين بشكل كبير جدا في ذل الإمتلاك المنتخب الأولمبي للعديد والعديد من العناصر اللي بتلعب بشكل أساسي في الدوري المصري وهي عناصر بالمناسبة مفروض تبقى موجودة في المنتخب الأول. ووضح إن فيه تنصيق جيد ما بين الكابتن حسين بدري والكابتن شبا غاليو. أكيد طبعا يعني زي ما حضرك قلت بالفعل الأغلب اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الأولمبي مش زي زمان بتحس إن هم اللاعبين اللي مش بيشاركوا بشكل أساسي بالعكس أغلب المنتخب الأولمبي بيشارك بشكل أساسي مع فرقه في الدوري المنتازي. الموديل شيء الجيد وشيء الكويس أعتقد أنه هنعكس بشكل إيجابي على مستوى المنتخب وعلى النتائج إن شاء الله في البطولة الأفريقية اللي مؤهلة الأولمبياء. إن شاء الله طبعا يكون البطولة على أردنا وسط الجماهير المصرية وفي استادر القيرة ده ممكن يكون دافع قوي وإضافة للمنتخب. أكيد طبعا وأعتقد أنه يبقى فيه دعم جماهير كبير للمنتخب في البطولة دي البطولة على أردنا وفي استادر القاهرة. والمجموعة التانية هتبقى في استادر السلام يعني حتى البطولة كلها هتكون في مدينة القاهرة هنا. أعتقد أنه ده شيء جيد وهيبدي دافع معناوية كبيرة للاعبتنا ولمنتخب الأولمبي أنهم يحققون نتاج إيجابية. إن شاء الله تحيق حلم الجيل ده أنه يتأهل الأولمبياد. يا رب إذن الله أهلنا الأولمبياد يتتوقع من الثلاثة المنتخب الأول مع كبتن شاويا؟ والله دي يعني يختاره ثلاثة طبعا. ويختار ثلاثة طبعا وعرفين يتأخد ثلاثة من المنتخب الأول من الكبار. أكيد الكبتن شاويا يبقى لي رؤية معينة في بعض المراكز اللي عايز يطعم بيها المنتخب الأولمبيو. لكن أكيد أعتقد أن الناس اللي ستتمنى أن محمد صراحة كل موجود مع المنتخب أكيد في العلعب الأولمبيو. أو لا حسب التوقيت ممكن تريزجيه مثلا ممكن يعني هو لو شايف أنه عايز في الخط الوسط الهجومي وفي مركز الهجوم أكتر دعم أكيد هيبقى صلاحه تأسبيه هيكون لهم طبعا هم أفضل الاتنين اللاعبين يقدروا يتعاملون وتخلوهم في المركزين في الوقت الحالي يعني طيب أعز أختم معاك بمواطش الأهلي والزمائك لأنه هذا الأهم من خلال الفترة الحالية وخلاص أيام قليلة جدا ويهي توقعاتك يا زي مبارا حتى تكلمنا على أنها باستفادة لكن أنت تتوقع المبارا دي إيه يعني أمكن التوقعات صعبة في مبارات القمة بالزياد صعبة أن أنت تتوقع من يقدر يكسب المبارا ولكن أنا شايف أن حالة الهدوء اللي في النادي الأهلي حالة الحالة الإيجابية المعنوية الكويسة والنتائج المستوى السابت والمستوى المرتفع من المباراة الأخرى في الفترة الأخيرة بيراجح كفيته عن نادز مالك في المبارا دي ما أقدرش أقول نتيجة معينة لكن أعتقد أن العوامل دي كلها بترجح كافة النادي الأهلي في المباراة اللي جاية نتمنى كل توفيد النادي الأهلي في مباراة الزمالك طبعا ونتمنى إن شاء الله نادي الأهلي يفوز في هذه المباراة ويضيف سلاس نقاط أخرى لرسيده عشان يوصل لإثناشر نقطة ويبعد بدري بدري عن نادي الزمالك فرق خمس نقاط ومباراة طبعا صعبة جدا أنا بشكر لك يا محمد شكرا جزيلا وردنا وشرفتنا شكرا جزيلا وردنا كان ضفنا العزيزي أستاذ محمد الدردير ناقد الرياضي بدكالة أنباء الشرق الأوسط وتتلمنا في العديد من الجوانب المحلية وكمان فيما يتعلق بالنادي الأهلي كانت حلقتنا النهاردة من الكلام في الميديا استلمنا حلقة جديدة بكرا إن شاء الله اشتركوا في القناة